بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعلكوا علما يدفعوا به اخواتي شفتوا السنة موضة تريند ادخل الالوان بالبلوزات والكنزات خاصة البناتية والستاتية والجاهزة كلياتهم هلا عم يدخلوا 3 الوان بيساووا فيها كنزات انا بلشت هون لعمر 14-15 سنة لطفلة او بالاحرى صبية صارت بقى ابنت 14-15 سنة ابتديت فيها كنزة 3 الوان ولا اخي لعطيكم فكرة بس عن الموديلات يلي هلا عم يدرجين هلا اخر موضة السنة لاحظوا اخواتي بدخلوا الالوان مع بعضا شوفوا هي افاها بجيكي هذا موديل تاني لاحظوا انه ادخال الالوان بين بعضا عم يحطونهم غرزة بسيطة غرزة لطيفة تغيير شكل بتريدي بتريدي انك انت تساويها بشكل مفرق بصير هي خلطة ذكاية للستات بتريدي تساويها لطيفة بالنسبة للصبايا الصغار هلا هون هي اسمه الغرزة السهلة اخواتي هي فيك تساويها انت مضلة واحدة عدل واحدة مقلوب واحدة عدل واحدة مقلوب او انه تساويها مثل الريب الانجليزي وبنفس الوقت ممكن تساويها بالغرزة السهلة انا لقيت ان الغرزة السهلة كثير حلوة بتطلح وخاصة مع ادخالة بهالالوان هدول يلا لاحظوا معاي شوفوا شنو انا دخلت اللون الاسود اول اول شيء بتبنشي فيه من تحت الدخلي مباشرة بعد الريب الريب سميك اخواتي بما انه سميك لازم تجي غرزة رأسة المباشرة وراه بيجي جورسي خفيف قوم بيقلب مشام ما يقلب وخاصة للكم اشتغلي دغل الغرزة السهلة بعدين اشتغل 26 سنتي انا بدي طول الكامل 42 او 43 سنتي بيشتغل بقسم المسابة اللي بديها لما اوصل لحردة الابط اشتغلت انا من هون من البداية من هون لهون 26 بعدين كفيت من هون لهون كمان كفيت عفوا 21 وهون من هون لهون 21 لحد بعدين اشتغلت لوصلت لحردة الابط هلا المهم عندي بهذا الفيديو انا استخدمي الغرزة السهلة للوصل الالوان او لادخال الالوان الغرزة السهلة كتير من اسمه من اسمه اخواتي كتير حلوة انا هون عم اشتغل الكم 40 غرزة زرته 6 مثل ما نعلمنا سواء انا وياكم زرته 6 بعدين اطلعت فيه وصرت زيد بقى هلا كل 20 دور بزيد كل 20 دور بزيد لحد ما سول عدد الزيادات 14 16 دور عفر غرزة يعني ما بدي زيادة كتيره يلا شو هي الغرزة السهلة شو اول شيء من اشتغلها هي الغرزة الحافة انت اشتغلية عدل عادي هلا تجي تدخلي هدول التنتين تدخلي بيناتن اتفقنا تدخلي بيناتن اشتغلية اسحبي الغرزة وبترجعي بتدخلي هدول التنتين معا خلصت اول غرزة الثاني تدخلي بيناتن يلا هون الخيط صعب علي مشي معاي بالعادة دايما بقلكن مشو معاكم بس هون بصير في صعوبة يلا اللي بتحسن تمشي مشت تمشي تمام يلا اي ايه بيرجع الغرزتين زي بعدها فوتي فوتي بيناتن بين الغرزتين تسحبي غرزة ترجعي بتدخلي هن تنيناتن من الخلف من اللفة الخلفية بناخد تنتين هذا دور العدل اللي ادي فيها هي الى دورين يلا نرجع وندخل بناخد هالدور الغرزتين معا اذا ادخال الالوان بالغرزة السهلة مو ذيل حلو تغيير شكلي شوي عن انك تساوي سادة او تدخلي لهم اللام يعني شوي حركة بسيطة هلا هاده كله هاته بتستمري فيه هيك لاخر الدور بيزيد معاك غرزة عفكرة عددها هي مجوزة يعني اتنين 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 بس بتخلي غرزة الحافة من هون وغرزة الحافة من هون هاي هي شغلتها كتير سهلة حتى لو زاد معاك غرزتين من هون وغرزتين من هون مو اشكال هذا الكم الكم بديت تخيط بيتبوت لجوة ما بيبين رح استمر معاك وانا هيك لحد ما اوصل لدور المقلوب نرجع لكم لساتني معكن على دور العديل مشان اخواتي المبتدئات ادخلي الغرزة السهلة في تبديد الالوان يلا هاده الغرزتين تدخلي بيناتهم بتسحبي الخيط وبترجعي تاخليهم اتنيناتهم من ورا من بعضهم منرجع وندخل وحده وهلا منرجع عم ناخد التنتين من خلف الشغل هاي التنتين من خلف الشغل ها نحاول جهدنا ما نطلع الخيط معانا من الثاني تمام ليك وشو بقي معانا بقي معانا تنتين ندخلهم من هون ومنطلع لاحظي شون من خلف الشغل هيك من خلف الشغل بنااخدهم تنتيناتهم مع بعضهم ظلت النهايه غرزة الحافة ها هاده اول دور بالغرزة السهلة بتريدي تسركي هيك وتشتغلي بصير معاك مفرغ ما بتفرق تريدي تسركي هيك وتكفي تشتغلي جورسين ورا بتطلع معاك مفرغة اخواتي مثل موديل فرجيت هيك او بتساوي لفة وتاخلي غرزتين معا بتساوي لفة وغرزتين معا بتطلع اما هاي الغرزة انا لقيتها تغيير الشكل سميتها بعرفها عطيتكم ياها فيديو سميتها الغرزة السهلة على فكرة اخواتي سهلة جدا وكتير بتعطي منظر حلو يلا هلا دور المقلوب اجينا على الدور المقلوب اول غرزة هذا بدنا نشتغله عديل هذا الدور اول غرزة ما دخلنا فيها شايفين احنا كنا انا اخوط بيننا سن χون هلا لا انا اقض من وره أggหرة الثنتين اول دور الجه كنا نقض بين الغرزة هلا انا انا اقض من برا من ورا الغرزة بتاقي ديوهم 2 يizz Afan بترجعي بتاقي ديوهم على الوجه اي سنتين هاه يلا لاحظوا شايفين بينين ez 2 съن فارئين بعضن همي لحلول هاه ونرجوع مناخود الثنتين معا هك ان يلا هذول التنتين اللي يكون بينينها ندخلوا من ورا ما تدخلي بين ناثون بالدور المقلوب دخليهم من وراها يلا وهي من وجهة ما من وراها يا ربي هلأ بيتستاخديهم من ورا الشغل يلا ها دخلناها نرجع مناخدهم اثنين ناثون من خلف الشغل مندخل اثنين مندخلهم ومناخدهم ورا بعضهم يلا مندخل ومنطلع سوا لاحظك شاب يكيد ادخلي من وراها هذا دور المقلوب من ورا دور العدل بيناتهم بين الغرزتين دور المقلوب من وراهم هنه مجموعة بتصير بتبين حالة ما بتتخبه ليكوا مبيني مجموعات مجموعات تريدي تسركيهم هيك تسركيهم بيسلع كمان منظر حلو كله بيصير المهم انتي بدل ما تساويه عبارة عن انه بس جرسي سادة لا اعطيه حركة شوي اساسها هي الكنزة كلها ياته جرسي من اولة لاخرة استاطنا بالدور المقلوب نحن اخواتي هاي دور المقلوب يلا استاطنا بالدور المقلوب شايفين المجموعات مبينين المجموعات ما بيخبو حالن تاخذيهو بس تك تحاولي جهدك ما يزيد معك ولا غرزي يعني تعملي زيادة بيطلع زيادة بالغرز هلا بعطيكي فكرة الكم شو صار عدد غرزه وزيادته وهي اخر غرزة خلطت هلا سابع جرسي عادي بقى شوفي ما احلاها بتطلع شافي ما احلاها تعطيكي منظر كتير حلو تغيير شكل عن الجرسي تغيير شكل عن المرينة تغيير شكل عن باقي الغرز يعني المهم انتي تساوي بيناتون الفارق الكم بديناه اربعين غرزة اخواتي الصبية عمره اربعين غرزة سيدينا حيفي اربعين غرزة على قبر المرأة اربعة اشتغلنا ستعشر دور بعدين اشتغلنا الغرزة السهلة مسما قلتلك بالدور الاخير من الريب زدنا هون اخذنا سبتعاش غرزة من هون سبتعاش غرزة من هون ستة بالنصف زدنا فيهم كل غرزة زدناها غرزة معناها زدنا سبت غرز رجعنا اشتغلنا هون عشر ادوار زدنا رجب من تابع كل عشرة او خمس عشر دور من زيد ما بدنا يكمه كثير عريض ما بدي اياه هي كثير عريض هو الموضة عريض اما هي ما بدي اياه بدي اياه موديلة يعني مقبول شوي بهالطريقة هاي هون بهالست غرز هاي عطصو شوية نفخة عطصو شوية نفخة من هون وبنفس الوقت حافظنا على الموديل التقليدي بالنسبة للابة اخواتي هلا الموديلات الحديثة كلها ياتا خاصة الموديلات التريند في موديل تريند دارج بعد يعلمكم اياه سبقوا علمتكم اياه ولكن نرجع من عيده مرة طانية وفي موديل الابة المدورة هلا رح اشرح لك الابة المدورة اذا كنتي حابة انتي تساوي ابة مدورة لهي كنزة اذا نحنا وصلنا لطول ثلاثة واربعين حردنا ثلاثة اربعة اتنين عفكرة ابرتي اربعة ونص خيتي وسط يميل الى العرض شوي انا ليش عم اشتغله اربعة ونص بدياها شوي سميكة مشان اتدفية عم بشتغل على الاربعة ونص انا اذا ثلاثة باثنين بواحد بعدها نحنا بديش بدنا طول الابة بدنا طول الابة سبتعشر سانتي سبتعشر سانتي بدنا نص زائد واحد معناته نحنا على بعد اذا عشر سانتي المفروض نحنا نحرز الابة كيف منحرز الابة المدورة تعلمت انا وياكم من ايس الكتف سبعية البنس من الرأبة لعند عزمة ترقوة كم سانتي طلع معانا انا الصلع معاي سبتعشر غرزة اتنين اربعة ستة تمانية عشرة اتناش اتناش اربطعش ستعشر سبتعشر ومن هذا الطرف الثاني اتنين اربعة ستة تمانية عشرة اتناش اربطعش ستعشر سبتعشر شايفين اخواتي هذا كل شي بيزيد معانا كل شي بيزيد معانا بدي يروح بالحردة الابة المدورة ولازم تكون هيك على هالغمقها اذا نص المسافة زائد واحد نص المسافة زائد واحد انا هلا ما رح اشتغل انا هلا ع الدور العدل لازم يكون ع الدور لازم يشتغل دور مقلوب بس رح اشرح لك ياها شو بتقولي بتقولي واحد اتنين ثلاثة من هالطرف واحد اتنين ثلاثة من هالطرف هلا هاي الابة مضمونة مية بالمية للكبار والزغار ولكل شي عفكرة بس مو لا خرج البيبيات والاطفال هاي خرج الكبار بشان راسا الكبير بتفوت من غير ازعاج اذا امنا ثلاثة بعدينو امنا ثلاثة من هون هلا بيجينا القاعدة العامة شو هي اتنين بتنين نجينا ثلاثة بتلاثة وكل شي بالوسط بدنا نختمو اتنين اربعة ستة تمانية عشرة اتناش اربطاش ستعش اتنين اربعة ستة تمانية عشرة اتناش اربطاش ستعاش غرزة تستعاش غرزة بتحبي تختميهم بتحبي تعليهم على خيس انتي حرة حبيت بس اني هيك شوي اعطيكي فكرة وهو الفيديو كلياته مشان ادخال الغرزة ادخال الالوان بالغرزة السهلة ان شاء الله بس بلشت اشتغل فيها للأبة وتساويكم المزيلات هلالدرجة برجعلكون ان شاء الله بتأمن ان شاء الله كون عشبكم ولا تنسونا من لايكو شير واشتراك وهلو سهلة فيكم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعله علما يندفعوا به صبايا بلوزة لسن المحير 14-15 سنة تذكروا عطيتكم فيديو مشان تدخلي الغرزة السهلة للفرق بين الألوان عبارة عن موضة هلا كتير تريند انه تساوي ثلاثة ألوان فوق بعضها وعلمتك الغرزة السهلة مشان تفرق فيها بين الألوان تعطيكي حركة غير شكل انتي بالنسبة إليك الألوان كيف بدك الدخليون بدك تحس بي قديش بدك طول الطول عند حردة الأبض أخواتي أنا عملت 21 بالأسود 21 سانتي 21 سانتي باللون الموف رجعت شو صار معاي صار معاي 42 أنا بدي 43 طول لحردة الأبض اشتغلته برمادي لحتى ما تجي الحردة مع الغرزة السهلة بتطلع مو زابطة ما بتطلع زابطة معاها المهم أنا عندي طول اللي عند حردة الأبض 43 وأربعين سانتي قديش بدينا عدد الغراز بدينا هون 78 غرزة 78 غرزة البنت نحيفة وطويلة تمام 78 غرزة على أبرة أربعة ونص هون بدينا على الأربعة وطلعنا فيها على الأربعة ونص حردنا الحردة العادية تبعيتك كم التركيب ثلاثة بثنين بواحد هذا الضهر أخواتي بعد ما بتحرد الحردة النظامية هاي تبعيتك انتي شو بيكون نقص معاك ثلاثة واثنين خمسة ستة معناته 12 غرزة 12 غرزة بتستمر فيهم لتوصل إلى 17 سانتي طول حردة الأبض اللي أنا بدي إياها بدي 17 سانتي تمام عالطول سوفي أختي بالنسبة لحردة الضهر بتحطي هون هون محل ما بلجتي الحردة بعدها بتحسبي إمتا بديش بدك تحرد هاي حردة الظهر أختي كريمة بعد 14 سانتي يعني انتي بينك وبين الهردة سوفي 3 سانتي أختي معناته قبل حردة بما يكون تخصي طول الحردة تمام ب3 سانتي تجي انتي بتحرد حردة قبت الظهر شلون حردة قبت الظهر قبل كل شيء بتقولي كم غرزة أنا بدي لكتاف أنا بدي 17 بيزمني 17 فردان أو 18 ناخد من هون 17 أو 18 ومن هون 17 أو 18 لحتى تأكد لك تمام قديش عدد الغرز اللي أنا رافعتها يلا 2 4 6 8 10 12 14 16 17 غرزة تمام 17 غرزة 17 من هون 17 من هون كل شيء بيزيد معي بفرقه على قسمين 3 ب3 والباقي كله بلقصه على خيط أنا بحب القص على خيط أخواتي بتحبي تلقصي على خيط بتحبي تلقصي على خيط بتحبي تختمي على كيفك قبل كل شيء هدول الغرز بالمنتصف كم غرزة 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 24 24 غرزة هدول 24 غرزة منرفعه على خيط منرجع منشتغل 3 منلقص الخيط بعدين منتابع شغلنا شيء 4 5 أدوار لنوصل لطول 17 سانتي لحرزة الأبت هلأ ليش أنا هذا ما عم بيشتغلك يال لأنه سبق وشتغلنا جدا وين ما فتحتي أي فيديو كامل بتلاقي نفس الكلام ونفس الشرح ولذلك عم بعملك عليه مرور الكرام يلا نجي للصدر هذا الصدر أخواتي عدده أنا عدد غرز عندي نفس عدد غرز الظهر نفس العدد نفس الأطوال من هون لهون 21 سانتي ومن هون لهون 21 سانتي ونشتغل الصانتي الزيادة ونشتغله لحد ما نوصل لحردة الأبث إذن عطول 43 سانتي أخواتي أنا بحرد حردة الأبث 3 2 1 مثل بعض تماما نجي بقى لحردة الصدر حردة الأب المدورة حردة الأب المدورة اتفقنا إنه ناخد نصف المسافة زائد 1 أنا معي 17 سانتي إمتى لازم أحرد لازم أحرد على 9 اتفقنا لازم أحرد على 9 منحط قدامكم وبتشوف هاي حطينا هون منحط ومنقيس على بعض 7 7 سانتي أخواتي إنه 17 أنا عندي على بعض 7 سانتي تمام نحرد 7 سانتي هون نحنا إيه 17 بقولوا نص المسافة زائد 1 على بعض 7 سانتي أنا ليش بدي هلا هيك إذا ساويت تفرج المذيل اللي أنا خسرت ه هلا ساوي بالنسبة لأبة الصدر أبة الصدر أخواتي لاحظوا في مذيلين مذيلين كثير تريند هلا نازلين بهال أيام لاحظي شلون الأبة بتكون مدورة واسعة وبنفس الوقت بيساو لها ضفاير إن شاء الله تكون واضحة عليكي بتصير فيها ضفاير وفي المذيل الثاني أخواتي نفس المبدأ لك نفس المبدأ ولكن بيساو لها ريب مضلع وبعدين بيطلع فيها بالملفوفة سوفي شلون المذيل هذا هو المذيل بيجيكي أول دورين بيساوها ألوان ألوان شاء إذا كانت الكنزة ملونة بعدين بيجي مضلع بعدين آخر شي بيتركوها فري بيساوها ملفوفة اثنين نفس المبدأ كمان هاي في إلى ملفوفة تمام أنا بدي حاول جرب بساوي بركة تبعية الضفاير إذا ضبطت معاي بيكون ممتاز لأنه ليش الضفاير بيقولوا بالضب ولكن لحظة هون المسافة بيناتون كتير كبيرة مسافة كبيرة معناتو لازم نقص على كل حال أثناء الشغل بيبين معي هلأ همشي عنا الحردة أنتي بهمك الحردة إذا على بعد سبعة سانتي بتبلش تحردي تريد هاي ليش لأنه بدنا ياها مدورة واسعة أختي كريمة أنا هلأ هون طبقت مبدأ لقط الغرز بدل ما هطبق مبدأ الختمة ونرجع نلقط نرجع نلقط نتعذب يلا نبتدي أنا وياكي قبل كل شيء منرفع عدد غرز الأكتاف سبعة سبعة غرزة ليك وعلى هذا الطرف بنحسين بنحسب هاي اتنين اربعة ستة ثمانية عشرة اتناعش اربطعش ستعش سبعة شو بيضل معانا بيضل بدنا واحد اتنين اتلاتة مشان هاي الواحد واحد واحد هذول هن هذول هن واحد 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 بعدين الحقاعدة العامة اتنين بالتلاتة شو بيضل معانا بالوسط بيضل معانا بالوسط اتنين اربعة ستة ثمانية عشرة اتناعش اتناعش اربعة ستعش ستعش غرزة بالمنتصف أخواتي 16 غرزة بالمنتصف هذون ناخدهم كلهم بشكل كامل ناخدهم 3D تعلقي على قيط متى ما أنا عملت أول في أول شي 3D تحطيهن على أبري مدورة كمان بيصير كيف بدك بيصير يلا هلا اجي اشتغل أنا وياكي من هذا الطرف بحردة الأب المدورة الواسعة مشال نعملها موذيل إما مضلعة متى ما شفتي مضلعة عريضة وإما ضفاير الموذيل اللي بتلاقي انت سهل بناستك اشتغلي فيه يلا هلا نحن هون اشتغلنا هذا الطرف خلصنا منه اجينا لهذا الطرف هلا هاي نحن بنسبق لنا ما نشغل فيه شغلنا نحن هذا الطرف اليساري إذن أول شي شو بنا نعمل في عنا ثلاثة هاي ثلاثة وحدة هاي وحدة وهي ثنتين وهي الثالثة تمام يلا هذو الثلاثة بدأ ما يكون معي هاي إبرة وخيط أنا معي هاي سنارة المدورة ليه كوة طبعا أنا بعدتها شوي لقلوكت أنا عم بشتغل بعدتها بقى هاي ما فيه شي موجوزة معاي برفعهم هدول ثلاثة غراز أخواتي بترفعيهم انتي على الإبرة على الخيط بترفع كيفيك هون أنا معاي هلا هي شوفي شلون ثلاثة غراز واحدة وثنتين وهي ثلاثة غراز خلص هدول أنا ما أبدي إياهم بس الخيط المفروض يكون من ورا لحتى أحسن أسحبه بدنا ننتبه لهالموضوع هون هذا الخيط لازم يكون من ورا هيك هلأ أسحبيهم هذول الثلاثة ما عليك علاقة فيهم خلص صاروا كأنك حطيتهم على خيط أو على إبرة تمام يلا نحنا هلأ ما نشتغل بهاي بدنا نشتغل بالإبرة الثانية نشان ما نخربك هلأ اشتغلي ثابعي شغلك عادي أي أول غرزة ما بيهمك إذا شديتي وإذا ما شديتي بدان معلقتي عص النارة ما بقي همك تمام ما بقي همك خلص أعتبر حالك أنت على خيط هون قاعدة بجوزة لبكك الخيط أسهل عليك حطيه على خيط أسهل يلا هلأ منتابع شغلنا هاي اشتغلنا بس أنا مأمنة مدام قاعد على الخيط أو عص النارة مأمنة إنه أنا غرزي ما بتروح هلأ تابعي شغلك عادي تشتغلي هلأ عدد دور العدد دور المقلوب نرجع بعدها شو تكون في عنا الحردة التانية من القاعدة العامة أول وحدة ثلاثة ثانية وحدة اثنين واحد بواحد بواحد هيك لحد ما نوصل للنهاية بعد النهاية بعد ما نوصل لآخر وحدة ثلاثة الأخيرة بنشتغل بقاد دغري سادة سادة بيكون بقي معانا 17 غرزة هذوش 17 غرزة شو هنه تبعوث الأكثاف ما منلؤون منظل عم نشتغله نطلع فيه هون دغري دغري بس أنا بدي أشتغل معاكن هالفقرة هذو مشا فرجيك كيف تلقطو الغراز بدون ما تختموها كنا دايما نختمها ونرجع نتعذب ونلقطع لا خلونا نتعلم أنه نلقطع على قبرة أو على سنارة مدورة على كيفك يلا حابل أشتغل دور المقلوب وبرجح دور العديل بدنا الثانية الدرجة الثانية من هذا قاعدة العامة هاي وحدة وهي ثنتين تمام هاي وحدة ثنتين هلا من إيمي الخيط نحطو على هاي الأبرة اللي مدورها أو على خيط كيف بدك عمل هاي غرزة وهاي غرزتي خلاص هذو الإيمية ما لنشغل معانا خلاصنا مننا يلا نرجع عم نشتغل نحنا بدورنا الأصلي مثل ما يكون شايفين إخواتي لقطنا ثلاثة باثنين واحد بواحد هلا في عنا غرزة تمام يلا هلا في السباقية غرزة وحدة معانا بدنا نلقطع نشتغلها نشتغل القطبة أو الغرزة طبعا منشد إيدنا أول غرزة بعد هنا خدع السنارة أنت بالنسبة إليك لقتيها صعبة السنارة بلاها جيبي خيط الإبرة أسهل عليكي بس هلا هيك أنا عم قللك أنه مش عم تسحبيها هيك تسحبي الخيط طبعي تفوتي الغرزة خلاص ما بقى لك شغل فيها تمام خلاص لتقطت على الإبرة الثانية بتشدي ما بقى يهمك ما بقى زفلة الإبرة هلا وسابعي شغلك شو بقي معاكي بقي معاكي 17 غرزة 17 غرزة بدك تظلي تشتغلي هيك عادي عدل ومقلوب عدل مقلوب إلا اللهم إذا في عندك أنت غرزة اشتغلي غرزتك على كيفك تمام هلا بها الحالة معناته نحنا لقطنا الغرز على خيط أو على إبرة مدورة حي الله إبرة سلك يعني إبرة دائرية لقطيه على قطيهن هلا وقت بدنا نلقص الغرز بس ما منتعذب أبدا منلاقي غرز ما قاعدين عم يستنونا مثل وقت منساوي غرزة الظهر هذول غرز الظهر هيك أسهل علينا بس أهم شيء لنبهك لموضوع قصية كريمة عدد الأدوار اللي بدك تشتغليها بدك تكون نفس عدد أدوار والطرف الثاني يعني هلا إحنا هون خلصت معنا الأبة هردة الأبة خلصت نقيم هاد هم شوفوا أختي الكريمة هاي الأبة خلصت معنا انتهى موضوعة هم ليه كوة هاي الأبة هون شوفوا شلون واحد بواحد اثنين بثلاثة شاكلي بعدين هادا هون في المنتصف هذول لحالهم بعدين بيجيكي ثلاثة بثلاثة 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 يعني هذول ثلاثة إذن ثلاثة بثلاثة وهدول المنتصف تبعيتهم أديش اشتغلنا هون كم دور أول غرزة سحابية مش هنصي سهلة عليكي اللقط شوفوا أتي سحابية شلون تلاقيهم بيني كم دور اشتغلنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة أدوار نشتغل سبعة أدوار مش هنصير هاد طول هاد أنا ليش اشتغلت هدول سبعة أدوار لحد يوصل معاي طول حردة الأبة سبعة عشر سنتي أخواتي لازم يوصل سبعة عشر سنتي ضروري وهي سبعة عشر سنتي تريدي 18 تريدي 16 على كيفك أنا عندي إياه بدي إياه سبعة عشر سنتي أنا بدي إياه سبعة عشر سنتي أخواتي تمام؟ لي كوة هلأ رح أتابع أنا هلأ هدول هون الستة أدوار نكون خلصنا بيجي إلا وياكم نختم الأكتاف زيادة التأكد أخواتي من عد الأدوار من هون من آخر واحدة حردناها بالأبيت عدينا لفوق طلع معنا أربعين دور وكمان نجي لهذا الطرف كمان منعد من هون لفوق كم دور صلع معانا أربعين دور أربعين سطر تأكدي دائما من عدد الأسر أريح ليك وأضمن ليك خلصنا هلأ جينا بقى مشان قلت لكم مشان بدنا نختم الأكتاف أنا صايرة عم حبة لهي ختمة الأكتاف الحديثة نحنا منجي منقول بالنسبة للكنزة هاي حطينا على وجهة وهاي منجي منقلب هذا الظهر هيك على أفا منحط هاي على وجه هاي على وجه وهاي أفاها أنا منين بدي أختم الأبي أنا منين بدي أختم الأبي أنا بدي أختم الأبي من هون شو معناته بقلب الظهر هيك بقلبه هيك للظهر شايفة وقبل كل شيء تعرفي حالك أنت شو بدك تعملي لبي الأفا حطي الأفا على الأفا هاي الأفا تمام أنت من هون بدك تختمي حطيتي الأفا على الأفا أنت بدك تختمي هيك تمام شو معناته نحنا بلازم نسكر هذا الطرف إذا قلبنا هيك على الطرف العدل ومشو بيطلع معاكي مظبوط نحنا هيك عم بدنا ناخد معناته هلأ بنعمل نرجع على الأفا ومنلقص هدولي هدولي التنين بنا نلقصن على قبرة مشان نشتغلن نساوي نحرد الأكتاف الحديث إذن الكنزة على أفاها بدنا نختم الطرف اليميني والظهر على أفا بدنا نختم هذا الطرف ونخليهم تنيناتهم على الطرف وهي هون لأخدنا الغرز اللي كنا رافعينا على بعضون حطينا هون قدام بعضهم لجان نختمهم ختمة الأكتاف الحديثة هذا الخيط الزايد معانا نربطه مع الخيط اللي بدنا نشتغل فيها حاليا ما بيصير يظل هيك لازم يرتبط تمام؟ لازم نربطه مشان ما يظل الغرز سفلت معانا وهي ربطنا على الخيط هيك ما تزعلي من هدول الخيطان هدول الخيطان للخياطة هلا بتلاقيه لقدامك مشان خياط الكم بتلاقيه لأبدا جاهزين إذن هلا أنت حطيت هدول الثنين على قبار طبعا كله نفس النمرة أربعة ونص يعني أربعة ونص بتاخلي بقى هلا اثنين من هون واثنين من هون وبتختميهم علمتك ياها بس برجع بذكرك فيها مشان أخواتي المبتدئاتي لسه هلا عم بتعلموا بتاخلي غرزة من هذا الطرف وغرزة من هذا الطرف في قابل كو معيك الغرزة مقلوبة خذية من تحت مو مشكلة ما بتبين يلا هاي أخذنا ثنتين هلا بنرجع بناخد وحدة من هون ووحدة من هون ها شو بتعملي بك تختمي مدام بدنا نختم إذن بناخد هدولة لبا هاي فوقه رد بنرجع بناخد وحدة من هون وحدة من هون هلا هاي ختمة الأكتاف الحديثة أنا عم بحبها أكثر من هديك الأديمة مشان ما يصير فيه خيطان على الأكتاف عم بتطلع حردة منظمة وبتطلع ما فيه أي سماكة بالنسبة للأكتاف رح أخلصها الطرف وبرجع لكم لاحظوا أخواتي شلون الختموا من أحلى ما يكون شوفوا شلون هون بيطلع كتير منظر حلو وما بيطلع فيه سماكة ولا بيطلع فيه خيطان أنا عجبتني هالطريقة وهلأ صايرة عم بتبعها بهالأيام أهم شيء من مكن الخيط نحن هون محلبة خلصنا من قصه هلأ هذا انتهينا من الأكتاف الكسف الثاني إذا بتحبي تشتغلي شغل دائري اختمي ما بتحبي شغل دائري بتحبي تتركيها مبتوحة للأبة ما تختمي تركيه خليه معلق على شكالاته وعلى خيطانه وعلى كيفك هلأ نقلبه بقى نقلب الكنزة على وجهه يلا أنا بالنسبة إلي ختمت الطرفين أخواتي ختمتهم في عندي إبرة دائرية ورغم الإبرة الدائرية بشتغل مفتوح يعني ما تاكلي هم به الأمر أبداً بتتركها مفتوحة أضم إشاء إذا صار فيها أي تعديلات بيضل فيها شغلها أسهل ما أني يكره كله ياته هلأ إذا بدك تسركي هذا الطرف لازم تسركيه مفتوح إذا عندك إبرة مستقيمة ما عندك دائرية بتسكري اليمين على الوجه اليمين على الوجه بتسكري تفقنا لأنه بدنا نلقط نحنا من هون ها شوفوا نحنا بدنا نلقط الغرز من هون هلأ هذول الغرز اللي حاطينه على خيط لازم نسبتهم على الإبرة لقطنا هون على السنارة بنسحب الخيط ما بقاله شغل تلاقيتي علق بتكون أثناء ما أنت عم تشتغلي عم تسحب الخيطان بكون علق معاك لي مو إشكال ها بيطلع لحاله ما بيعذب هلأ منجيب بقى الخيط بدنا نلقط نحنا هون كم دور اشتغلنا اشتغلنا نحنا هون خمسة أدوار هاي واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة معناته بدنا خمسة خمسة غرز مشان لقط الأبة وهذا الخيط منجيبه من ثبته هون من ثبته بالأول بدنا نساوي ست غرز أخواتي هاي الأبة كلما كانت واسعة مش عان ايش يطلع معانا الضفاير او يطلع معانا المضلع اسما المدبر حتى فيك تساوية عادي بشكل عادي مو من شكله يلا واحدة وهي ثنتين شايفيه محل ما لنا ساحبين الغرز بيتبيت انتين ثلاثة أربعة خمسة دول خمسة محل ما لنا ساحبين الغرز من الزخول طلعوا خمسة هلا هدول اللي قطناها ومشتغلوا شغل عادي ليش من القطون مشتغلوا شغل عادي وهلق نحنا بنا نشتغل دورين عديل مشان شبتي مثل الكنزة كيف بدا تطلع الكنزة بنا نساوي هلق دورين عديل لحله اول شي بنساوي بهاللون بعدين بنساوي باللون البنفسجي او بسريدي من فوق بنساويه بنفسجي كمان بصير انا حساويه هلق ارمادي من اول وبنفسجي من فوق موفي يعني من لون البطن هلق هون بتشتغلي هدول الاربعة وعشرين غرزة شغل عادي ما في حاجة ترجع لي تلقصي هون بعد ما ختمتي هون اندي هون معلقين معاكي كانوا على الخيط او على الابرة هاي يلا انا بس بدي وصلك حل ما لقطنا الغرز على الابرة الدائرية او على الخيط فرضا اتفقنا يلا هاي ثلاثة اذا انا دول ثلاثة باربعة وعشرين بثلاثة قديش اخدنا من هنيك اخدنا خمسة منشتغل خمسة هلا هون يلا بدنا خمسة مت ما اشتغلنا هنيك مشتغل هون خمسة هاي واحدة ثنتين ثلاثة ثلاثة اخدها تبقى بالدور الثاني تلاقي الغرزك زيادة بتاخديها بالدور الثاني تمام يلا نحنا هون عنا الابرة الدائرية ونحنا هون بلشنا نشتغل فيها الغرز شو منعمل نسحبها شامان نتعذب ونلقط غرز شو منعمل فيها منلقط الغرز ونشتغل منكمل شغلنا لانه هلا هون انا بديت بالابرة المستقيمة اتفقنا اذا بدي انزل فيها بتصير مثل انا مسكرة الطرفين بقى المفروض انه انا القص الغرز بالابرة المدورة اللي معاياها اتفقناه يلا هاي الابرة المدورة اللي معاياها هاي غرزة هاي غرزة اللي يكون بين المسحوبة هاي واحدة هاي ثنتين ثلاثة أربعة خمسة ستة هاي سبعة عظيم هاي سبعة غرز يلا انا عم بشتغل على المستقيمة هلا هدول الغرزين اللي قطنا هون نرجع عم نشتغلون بعدين منا ناخد الكل على الابرة الدائرية لقطت كل شي اشتغلته على الابرة الدائرية بما اني انا مسكرة الطرفين بصير صعب جدا الشغل يلا هلا هون مناخد بقى هاي غرزة وهي سنتين محل ما عنا ساحبينا شاكلين بتبين ثلاثة أربعة خمسة وهي ستة تمام هاي ستة هلا ملاطين الغرز نحنا ما بقيهمنا نشتغل شغل عادي هون في عنا غرزة ليك هو الغرزة هلا صاروا سبعة هدول تمام هلا اشتغلي غرزك بقى ثمانية تسعة هذا الخيط ما بتنيع تسعة عشرة عشرة اداش اتناعش تلتاش ليش عم بعد؟ تلتاش أربطاش خمسة عش ستة عش هدول كام غرزة هدول؟ تنين أربعة ستة تمانية عشرة اتناعش أربطاش ستة عش معناته ثمانية أربطاش وهي خمسة عش ستة عش سبتعش تمنتعش تسة عش لازم يزيد معانا ثمانية تنين أربعة ستة تمانية هذا الهون النص اذا بتعدي قديش انتي لقطي غرز من عن طرف الكثف هيك وانتي رايحة تلقطي نفس عدد الغرز من هذا الطرف للطرف الثاني وبتشتغلي دورين بليسي دورين مو بليسي دورين عادي عادي بتريدي تساوي مارينة بيصير بتريدي تساوي جورسة بيصير لكن لو شع ذكريك بالصورة لاحظوا أخواتي شوفوها الصورة شايفينا ليكوا شلون بيشتغلوا اول شي دورين تريدي مارينة ساويها مارينة بتطلع حلوة كتير مارينة ساوي مارينة دورين بعدين بقى هي الضفرة عبارة على الأربعة وحواليها ستة عشرة 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 بدا تطلع الأب مساحتها بدا تطلع مية غرزة بيطلع معاكي ستة معناته لانه كل واحدة عشرة كل واحدة عشرة ساويهم ضفرات أو بتريدي ما حبيتي الضفرات بس حبي تساويها بهالشكل هاد بشكل المضلح اثنين مقلوب اثنين مقلوب ثلاثة مقلوب ثلاثة مقلوب ثلاثة مقلوب بلاكوها وها ثلاثة مقلوب ثلاثة مقلوب ثلاثة مقلوب ثلاثة مقلوب ثلاثة بالتلاثة ب Kelli وهكذا انت كيف بس حبي اجمالة انا سما نفزت لهي ان شاء الله بنفزها وفرجيكم اياها ان شاء الله بالفيديو القادم هلا ها مبدئيا لقطنا الغرز بعوت الابة وختمنا الاكتاف وخلصنا رح اعطيكي فكرة عن الكم عن الكم عبارة عن 40 غرزة عملنا 40 غرزة طلعنا في 16 دور هذا هون على نمرة 4 16 دور قبل كل شي بالدور الاخير زدنا ستة ستة بالدور الاخير من البليستيز زدنا ستة بعدين ضلينا نزيد صارت جمعة عنا 46 ضلينا نزيد لو صلنا 52 كل 20 دور منزيد كل 20 دور منزيد واحدة من هون واحدة من هون المهم صار معانا عدد الغرز 52 غرزة بالنسبة لبنت 14 سنة ونحيفة وزيادة بعدين اشتغلنا تقريبا نفس الاطوال الا سنتي واحدة اللي حتى وسل الطول مضبوط وحرضنا حردة القبث بنسبة للكتف اللي مدور تعبي كل دور بلك تاخذي غرزة من هون وغرزة من هون غرزة من هون غرزة من هون لحتى يصيد يكتمل معاكي الشكل الدائري بيقله انا هذا الكم هون خالص معاي جاهز مساويته لاحظوا اخواتي شوفوا شلون بيطلع منظره بيطلع ممتاز جدا ممتاز جدا بيطلع هذا هو الكم خالص نهايته وموديله نفس موديل الكنزة شايفة ونفس الموديل ابدا اهم شيء هذا هون على النمرة 4 وتطلعي بعدين على الاربعة ونصف حبيت انو انا شارككم هالفكرة البلوزة لابنته 14-15 سنة اخواتي هلا تابعي مت ما عاملك ساوي دورين بتريدي مارينة بتريدي جيرسي على كيفك بعدين بتقسميهم على عشرة على عشرة هادولي ضفاير مشان الضفاير بتقسميهم على عشرة لسه ما نفلتها اذا نجحت معاي بساويلك الى نموذج بس امن ان شاء الله تكون عشبتكم ولا تنسونا من لايك وشير واشتراك واهلا وسهلا فيكم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعله علما وينتفعوا به صبايا وعدتكن الابة اذا ضبطت انو ساويكن لها نموذج وعلمكن كيف نحن نساويها وكيف نأسمها لاحظوا المظلع مع الضفاير تذكروا هون وقت الورجيتكن النموذج هذا النموذج اخواتي قلتلكم بدي ساوي هيك ضفاير الضفاير ما بدي مضلع بيناتها تمام وهاي هاي المضلع بتصير مضلع وبتصير ضفاير انا اخدت النموذج بين هاد وهاد هون اذا بدك ساويها ضفاير على حلة بتساوي بالنص خمسة وبتعملي اربع او بالاحرة ستة بتساوي اربع على الضفاير ستة واربع على الضفاير المهم بعد ما حردنا ولقطنا الغرز كلياتها طلعت معاي تلاتة وتسعين غرزة تلاتة وتسعين غرزة داير مع دور الابة هاي اللي بسن المحير عمر اربطعاش خمسة عشر سنة لقطنا الغرز طلعوا تلاتة وتسعين غرزة بعد تلاتة وتسعين غرزة شغلنا بنفس اللون دورين مرينة ساوينا دورين مرينة بعدين طلعنا قسمنا الشغل بما انه المفرد تلاتة وتسعين غرزة شو بنعمل مبتدي صبعا من ناح الظهر من ورا ناح الظهر من هون من ورا منحسب منقول منقول الدور الاول شي بناخد تأسيمة انا كتبتها مش هما انساها قسمت ثلاثة عدل اول شي ثلاثة عدل هون شوفي هون مقلوب ثلاثة عدل واحدة مقلوب اربعة عدل واحدة مقلوب ثلاثة عدل واحدة مقلوب اربعة عدل لاربعة للضفاير اخواتي وهي مقلوب بيناتن ثلاثة للمضلع اربعة للضفاير يلا رح أساوي لكيها نموذج قدامك مشان تشوفيها تجربة تماما بس أخواتي هون النموذج أصغر معلش نموذج أصغر من الأب ترى كتير لقيتها صعبة عليه وخاصة كتا عم بشتغلة على أبرة دائرية أنا هون تركته مفتوح اتركي صرف الكتف من هذا الطرف اتركيه مفتوح أسهل عليكي بالشغل الأبرة الدائرية بتعذب شوي خاصة أنا السلك سبعيتي آسي ماشي أنا لقطت هي هون على أبرة نمرة أربعة ونص مثل ما هلأ عم بشتغل بالنموذج نفس الشي لقطت الغرز أنا هون طلعوا معاي 57 غرزة كما اشتغلت أول دور ساويته كلياته مرينة وبدو دور تاني مرينة بتعرفي دوري المرينة ما بدو شي عبارة عن أنه بتشتغليه كلياته عدل عدل أنا هلأ هون شاغلي أول دور شاغلي أول دور مرينة لقطت الغرز بعدين اشتغلت أول دور مرينة شو معناته صار أربع أدواج رسي على العالي هلأ مشان اختصار الوقت ومشان نشتغل أنا وياكم سوا بدنا نجي نقسم الغرز كيف بدنا نقسمه متل ما أول شي وحدة مقلوب يلا هاي أول وحدة أول وحدة من الطرف تجيكي وحدة مقلوب لازم ندخل اللون الثاني مدام بدنا نقسم معناته لازم ندخل اللون الثاني هاي منجيب اللون الثاني هون إذا زاد معاك خيطان ما عليش لأنه ناحل خياطة بتخفيهم ما بيبين وهلأ أثناء التأسيم صعبة علينا نخفيهم لأنه في عدل ومقلوب أخواتي تمام؟ هلأ في عنا عدل ومقلوب يلا هذا الخيط تابع للاكتاف الاكتاف علقين على بتريدي على خيط بتريدي على بريس النارح هاي يلا لبديك يا شكالة يلا إذن أول شيء أول غرزة دائما أول غرزة مقلوب هاي للطرف هلأ بدنا ثلاثة عدل هاي واحد اثنين ثلاثة واحدة مقلوب يلا هلأ بدنا واحدة مقلوب هلأ بدنا أربعة للضفيرة لأنه غرزتين واحد اثنين ثلاثة أربعة غيرنا اللون تبهتوا يلا هلأ واحدة مقلوب هاي واحدة مقلوب يلا هلأ عنا ثلاثة عدل واحد اثنين وهي ثلاثة ثلاثة عدل هلأ وحدة مقلوب هاي وحدة مقلوب هلأ أربعة بدنا ضفيرة معناته لازم أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة أفكرة بهاي ثلعوا معي عشر ضفائر بهاي ب93 غرزة ثلعوا معي عشر ضفائر هلأ هون بديتنا طبعا قليل أقل بديت لأنه النموذج أصغر إذن هلأ شو نحن ساوينا هلأ هون ساوينا أربعة هلأ وحدة مقلوب يلا هاي وحدة مقلوب هلأ وحدة هلأ ثلاثة بدنا ثلاثة مشان نتضلع ما بدنا ننسى يفارق بيناتهم بتمط كتير ترى إذا فساويتي فارق بيناتهم غرز جورسي هلأ وحدة مقلوب بنا ننتبه كتير بحيس أنه ما نخربط أبدا لأنه الغلطة كفرة صعب فكهم يلا واحد اثنين ثلاثة وهي أربعة رح أمشي معك هذا بهذا الدور قطوة خطوة نجينا وحدة مقلوب إذن هلأ ساوينا ضفرة هلأ ضلع هلأ ثلاثة واحد اثنين وهي ثلاثة يلا هلأ وحدة مقلوب ساوينا ضلع هلأ بنساوي ضفرة واحد اثنين ثلاثة وهي أربعة هلأ ساوي ضلع وحدة مقلوب ثلاثة واحد اثنين ثلاثة لا تلتهي وإنتي عمد أسميهم لا تلتهي أبدا وهي وحدة مقلوب هلأ ضفرة ساوينا ضلع ليكون ثلاثة هلأ بنساوي ضفرة واحد اثنين ثلاثة وهي أربعة هاي ضفرة هلأ وحدة وحدة مقلوب هلأ بيجينا واحد اثنين ثلاثة أربعة هاي ضفرة تمام لا لازم هلأ ضلع ثلاثة هلأ ضلع لأنه ساوينا هون أربعة هلأ ضلع هلأ بدا يجينا الضفرة حتى لو أجتك على الطرف معلش أختيك كريمة يلا واحد اثنين ثلاثة أربعة زاد معاي غرزة بلاها هاتوا ها ناخدها نعاناته العدد مفرد تمام أخواتي يلا هيك التأسيم هلأ دور المقلوب يذي بتشوف فيه مقلوب تشغليه مقلوب اللي بتشوف فيه عدل بتشوف فيه عدل إذن واحد مقلوب ثلاثة عدل واحد مقلوب أربعة عدل وهكذا هيك هذا دور المقلوب بلا يصير تشتغلي متل ما بتشوف فيه الغرز اشتغلنا دور المقلوب أخواتي متل ما شفنا الغرز العدل العدل والمقلوب مقلوب يجينا هلأ رأسا من أول من تاني دور بنا نبلش بالضفاير يلا هلأ أول غرزة مقلوب هاي أول غرزة مقلوب هلأ بيجينا الضلع ثلاثة ما بدنا يا هذا واحد تنين ثلاثة أخواتي ليش أنا استخدم طريقة الضلع مشان الضب الأب مدورة واسعة حردتها كتير واسعة وعدد غرزها تلاتة وتسعين في قابة دي طلع معك أنت أكثر من هيك بس بالتأسيم بالضب دايما نتضلع مع الضفاير بالضب الشغل يلا هلأ وحدة وهلأ فرجيكي بآخر دور بعد تاني ضفرة شو منعمل هلأ بدنا نصفر ضفيرة عنا أربع غرز مدام عنا أربع غرز بدنا ضفيرة أمامية إذا ضفيرة أمامية شو منعمل ناخد هدول الغرسين لأمام الشغل ونشتغل تنتين عديل هيك الأمامية بيقولوا لأخواتي يعني بتجيبي الغرسين أمام الشغل لا تخلي إيدك رخوة بالخيط شدي يلا وهلأ بترجعي هدول الثنين عالقبرة رجعيهم يلا وحدة وهي ثنتين عظيم هاي صار معاك ضفرة أقلبي تشتغلي وحدة دايما لازم يكون فيه فارق بيناتهم غرزة مقلوبة هلأ الضلع ثلاثة واحد ثنين وهي الثالثة نقلوب غرزة مقلوبة يلا جتنا الضفرة الثانية أربع غرز بناخد هاي أمامية ثنين هدول ثنين أماميات بنجيبوا الأمام الشغل ومنخلي خيطنا من ورا ليكوا خيطنا خيطنا هون ورا واحد ثنين هاي ثنين عظيم بناخد هدول السنتين مرجعنا على قبرة الشغل هدول تنتين رجعنا هون حطينا هون واحد اتنين هاي اتنين يلا هلأ وحدة مقلوبة هاي الوحدة مقلوبة هلأ جانا ضلع واحد اتنين تلاتة ليش بقول عليه ضلع كل شي هيك حركة معناته هاد ريب مضلع مقلوب وعدل يلا جتنا الضفيرة ها وهي ثنتين اماميات بنجيب الاماميات قدام الشغل عندك حامل غراز عندك برس كروش عندك هاي يلا شي بيقلب معاك لا تفلتي الغراز أبدا ها لا تفلتي كثير صعب ضبون يلا ها وهلأ نشتغل ثنتين عدل هلأ وحدة مقلوبة طبيعة الحال وحدة مقلوبة هلأ ضلع واحد اتنين تلاتة عظيم هادا ضلع ثلاث غراز هلأ وحدة مقلوبة رجعت اجتنا ضفيرة هاي ضفيرة يلا اجتنا هاي اتنين واحد اتنين اماميات نعملهم اتنين للامام نشتغل اتنين عدل هاي وحدة وهي تنتين اذا بدلتي اللون ترى حلو بهيك منظر بهيك كنزة بدلتي اللون حلو بتريدي نفس اللون مو اشكال يلا منشتغل هلون منرجع على الابر العادية ومنشتغل هيك تمام هلأ وحدة مقلوبة اجتنا ضلع يلا واحد اتنين تلاتة خلصنا هلأ عنا وحدة مقلوبة اجتنا ضفرة كمان مقلوب من ساوية امامية بدك ساوية خلفية ساوية مو مشكلة الامامية بتجيبية امام الشغل والخلفية بترجعية خلف الشغل ما بده شي شغلة بسيطة انتي على حسب ما بتريدي بيصير هلأ رجعناها على الابرة واشتغلنا واحد اتنين هلأ وحدة مقلوبة هلأ بيجينا اضلع واحد اتنين تلاتة هاي ضلع خلصنا وهي وحدة مقلوبة هلأ ضفيرة اخر ضفيرة على ما اعتقد تمام اخر ضفيرة اي وحدة ان شاء الله يكون واضح عليكم هاي واحد وهي اتنين وناخد هدول التنتين بنحطن على الابرة ونشتغل واحد اتنين وهاي غرزة المقلوب اخر غرزة ما بيصير بلاها عزيم تعلمتي كيف كيف بدنا نساويها هاي مشيت معاكي خطوة خطوة لاحظوا اخواتي كم ضفيرة طلع معي واحدة تنتين هون بقى قربنا خلاص صاعد المسافة كويسة معناته بدنا نبلش بقى نقص مشان نشغل الابة مشان ايش نخلي الابة تضب بقى رغم انو اشتغلنا الضفاير بس ننطر انو نقص مشان ايش مشان نضب الابة اذا هلا انا هون بهذا النموذج اشتغلت معاكن هاي هون دورين مقلوب دورين مرينة اخواتي هون دورين وهدور الضفاير تشتغليهم دورين معناته هلا شو بنا نعمل بدنا نرجع ونشتغل دور عدل دور مقلوب دور عدل دور مقلوب اربع دوار لنقلب انتبهتوا وشوفوا اخواتي هاي هون النموذج قدامكم هذا الاصلي شوفوا اخواتي قلبنا هون قلبنا من تاني دور اشتغلنا شايفين هون تاني دور بنرجع بنشتغل اربع دوار بنقلب اللي بعدها بنشتغل بعدين اربع دوار اخر دور منه اخر دور منه مبلش التنقص بالنسبة للنموذج انا رح اشتغل هلأ برات الكاميرا وبرجعلك حتى ما تلاقي في فرق بين الاصلي وبين النموذج اخواتي مت ما كون شايفين اشتغلنا ضفرتين واحد اثنين تمام اشتغلنا كم دور صلنا عن نشتغلين هلأ اثنين اربعة ستة تمانية هلأ الدور التاسع الدور التاسع بيكون عدي اخواتي يلا شو بنعمل هلأ بدنا نقص من كل هذا ضلع نقص غرزة من كل ضلع من نقص غرزة يلا هاي واحدة مقلوب نشتغل غرزة وناخد تنتين من امام الشغل الضفيرة ما منلقها هاي واحدة يلا الضفيرة اربع غرز واحد اثنين تلاتة ليش عم نقص نحنا اربع هليش عم نقص وش عم نقص عم نقص ضبقة لأنه بدنا نشتغل بعدها الملفوفة هلأ هدول تلاتة نشتغل وحدة ومناخد تنتين من امام الشغل كل ما اجانا ضلع ناخد منه غرزة تمام يلا هلأ هاي ضفيرة ما منلقها تركوها نشتغلها مثل ما هي مشان تضل مكفي محافظة على شكلها هاي جاءنا الضلع نشتغل وحدة بناخد تنتين من امام الشغل بتريدي من خلف الشغل ما بهم هلأ بده يقلب عليها الجورسي ما بهم يلا هلأ الضفيرة واحد اتنين ثلاثة اربعة بيجينا وحدة مقلوب الأسهل إليك اختي كريمة إبرة مستقيمة أو إبرة هيك يكون مفتوح من الطرف أسهل كتير بتعذب الإبرة الدائرية أنا بالنسبة إيدي بلاقيها بتعذبني في قابل لأنه السلك عندي يقاسي يلا هلأ واحد اتنين ثلاثة وهي أربعة عظيم هلأ واحدة نشتغل واحدة وناخد تنتين من أمام الشغل نرجع نشتغل الضفيرة واحدة مقلوب أربعة عدل واحدة تنتين ثلاثة وهي أربعة منحافظ على شكلها ما بدنا ننزعو هاي واحدة نرجع هاي نشتغل واحدة من الضلع وناخد تنتين من أمام الشغل إن شاء الله يكون واضح عليكم وهي واحدة وهلأ الضفيرة بتضل على حالة إذن بالدور التاسع أخواتي بتنقصي من الضلع واحدة من كل الضلع بتنقصي واحدة كان معاكي 93 غرزة هلأ بيصفي معاكي 81 غرزة هذا النموذج هذا الأصلي الأصلي 93 غرزة نقصي منه غرزة من كل ضلع صار معاكي 81 غرزة شايفين هلأ بقى بدنا نشتغل الأب الملفوفة نحنا بدناها تقلب هولا عنا شو منعمل هلأ بدنا نشتغل دور مقلوب عادي مقلوب جورسي هلأ ما بدنا نساوي صدليح خلصنا ما بدنا صدليح هلأ جورسي عادي بدنا تقلب لبرا شو منعمل منشتغل بقى هلأ دور مقلوب عادي مقلوب شغلي مقلوب بس اشتغل مقلوب تقلب لبرا نحنا بدنا تقلب لبرا مولا جوا يلا هلأ دور مقلوب مقلوب كله مقلوب لحظي منشغلك بيبين معك انه بدأ تقلب لبرا منشغلك بدنا تقلب لأمام الشغل إذا بلشتي عدل هذا بيصير بدأ تقلب لداخل الشغل نحنا مقلوب مقلوب اللي بعضه بيجي عدل عدل مهم بدك تشتغلي أربع أدوار جورسة لاحظت معي أخواتي بلشت بتقلب لعندي أنا لأمام الشغل هلأ دور عدل عادي عادي دور عدل عادي كمان عدل يلا بما انه اشتغلنا أول دور مقلوب تجي لعننا هلأ بتقلب هيدا الغرز هيدا بتقلب لهون بدنا تساوية ملفوفة مثل هيد بتشتغلي فيه أربع أدوار وآخر دور بتختمي عا المقلوب بتختمي عا العدل بتختمي عا العدل أختي الكريمة بديت مقلوب بتختمي عا العدل هلأ هيدا كل عدل عدل هيك لآخر السطر هيك للنهاي اشتغلنا أخواتي أربع أدوار جرسي عيني مثل امتداء أن المقلوب تشتغلي مقلوب شان تقلب معك لبرة مثل هاي تقلب معك لعندك يعني لبرة الكنزة ما بنا تقلب لجوا هاي الأب الملفوفة بيسموها اي بعدين هلأ بدنا نختم يلا الختمة العادية اللي بنعرف ها كل ياتنا نسحب أول الغرزة ونشتغل إذا لننختم على الأمام يلا وهاي واحدة أبدا تشتغلي غرزة وتقل بغرزة تشتغلي غرزة وتقل بغرزة هاي هي مبدأ الغرزة يعني الطريقة التقليدية في الختمة الطريقة التقليدية هاي ما يخذ بس الغرزة المرينة الغرزة المرينة بتختلف علمتك ياها هلأ هاي عبارة عن إنه بتختمي غرزة بتاخدي غرزة بتشتغلي غرزة بتختمي غرزة لاحظوا أخواتي شلون شوفوا شلون قلبت معاي رأسا قلبت معاي لعندي شوفوا شلون طلعت لعندي أنا بدي ياها تطلع لعندي ولذلك اختمي على العدل اختمي على الدور الو انتهينا أخواتي ختمناها ختمناها كل خلصنا وهذا الخيط آخر شي لاحظ لحالة لفت لعندي هيك لازم تكون تلف لعندي آخر شي هذا الخيط بتشدي بتشدي شوي بتاخدي شو بتعملي أول ما بدك تخيطي ها ل ال ال الكنزة أول ما بدك تخيطي الكنزة قلبية على وجهه بس الأب عم نحكي على الأب ها على الأب أخواتي لاحظ بتجيبي هاي خليها ملفوفة هاي خليها ملفوفة وبتخيطي هذول الطرفين على الوجه هذول الطرفين بتخيطي على الوجه مشان ما بينه بس الملفوفة بتخلي ملفوفة وبتاخلي على الوجه بعدين بتقلبي وبتخيطي الباقي على المقلوب لاحظوا أخواتي معاي هون أنا الكنزة شوفوا شلون أول ما خيطت خيطت هذا الاثنين مشان تظل مقلوبة شوفوا شايفين مشان تظل مقلوبة ما يصير انه تعملي تفتح او شي تغير كثمة بعدين قلبت على الأقفة واشتغلتها خيطتها هاي هي الأكنزة متما وعدتكم وهذا هو النموذج تماما تنفيذ كامل شايفين أخواتي تنفيذ كامل أهم شيء العدد مفرد أهم شيء عدد وافر من الغراج وهي الأبة كتير كويسة شوفي بتفوت بأي راس بأي راس بتريدي لا تخافي أبدا لا تخافي حبيتي الطولية أكتر ساوية هاي كول كمان بتصير مدام انتي معاك عدد غرز وافر ومعاك الحردة الحردة انتي غميئة انتي حردة غميئة طول ما قالوا الحردة غميئة وعدد الغرز وافر معاك اعملي بتريدي بتصير هاي كول بتصير بعادية كيف بدك بصير وهذا هو نفذتلك أنا متما وعدتك نفذتلك النموذج أمامك بتأمل إن شاء الله هاي تابعة لكنزة السنة المحير 14-15 سنة يدي حكيتلك عليها إنه مشان الغرز السهلة للتبديل بين الألوان إذا بتتذكرية شال أعطيكي فكرة عنها هاي اشتغلنا الأسود بعدين اشتغلنا موف بعدين اشتغلنا الرمادي الأب حبيت إني دخل لأنا اللون هذا عصصها شوية أناقة وجمال يعني وهاي أب بضفائر وأب ملفوفة بتأمن إن شاء الله تكون عجبتكن ولا تنسونا من لايك وشير واشتراك وهلا وسهلا فيكم